بيبدأ الفيلم لما حاجة من الفضاء بتقع وبتنزل بسرعة رهيبة على كوكب الارض لحد ما بتغبط في ازاز عربية وبنسمع في الاخبار ان الشزايا اللي بتقع مش بتشكل خطر فبيقول ده موضوع سيء لانهم لما بيقولوا ما فيش خطر بيكون في خطر وبنعرف ان بسبب كويكب هيمر بجانب الارض الدنيا هتمطر يوم كامل وهينزل عدد من الشزايا مش هتأثر على الارض فبتنزل ميرة من العربية وبتقول لها ماميتها ما تنسيش عيد ميلاد اخوك ايجورو النهاردة وبتكون رايحة للنادي فبتغير لبسها وتكون داخل اسباق واسحابها بيتنمروا عليها بسبب حريق في جسمها وبسبب ولبست كده في نص السباق بتكون هي الاخيرة لحد ما بتفضل تقاوم وبتعد كل المتسبقات وبتطلع الاولى وصديقها مايكل بيكون في المدرجات بيشجحها لحد ما بيفرح فبيروحها اندخط النهاية يستنها وبيولع شمروخ لكن اول ما بتشوف النار بتقف والكل بيسبقها وبنعرف ان عندها فوبيا من النار بتروح ميرة لعد ميلاد ايجور وبنعرف ان والدتها حامل وده عيد ميلاد اخوها الصغير ايجور بس اول ما بتوصل التورطة وبيكون فيها نار بتخاف تاني وبتقوم تمشي فبتروح ماميتها وراها وبنعرف ان ده جزء امها وايجور مش اخوها لكن ابن جزء امها في الوقت ده بيجي مكلمة من ابوها الحقيقة عرب بيقول انا شفت ميرا النهاردة في السباء وهي خايفة من الالعاب النارية ولازم تخلي بالك منها لانها دايما محتاجة مساعدة وده بيزعل ميرا اللي بتمشي فبتقف وبتبص للكاميرا وبنشوف الكاميرا اللي بتوصل لامر صناعي وبيكون ابوها الحقيقة عرب وبنعرف انه بيتوصل معهم عن طريق الامر الصناعي ومع ذكاء الصناعي ميشا بتقوله غلط التجسس على المدينة بدون تصريح بعد شوية بيوصل القائد انتونوف وبيقوله انت كده هتتحكم لانك بتخالف القوانين فبيقوله كل اللي عملته ان بطمن على بنتي لكنه بيقوله ده مش قانوني ولو قدرنا نخفى عنك مش هنقدر نخفى عن المحطة احنا هنا مهمتنا زراعة الفراشات وبنعرف انهم بيلقحوا فراشات لتغيير الجينات وحاجات كده ملناش دعوا بيها فبيطلبوا القائد في مركز التحكم وبنعرف ان آن التاني هيمر جنب منطقة في المحيط الهادي بكرة الساعة تمانية وهيكون وراشة زايا مش هتأثر على الارض لو فضل ماشي في المصار المحدد وبيكونوا قريبين من الكوايكب وهيتبعوا مصاره فبيقول أليكس رئيسهم هو ممكن يخرج عن المصار ويقع على الارض فبيقوله مش عارفين احتمال وبيكون مجهول مكان سقوط الكتلة او النيزة بس بيقترحوا اخلاق بعض المدن تجنبا للكرسة فبيقول انا محتاج وقت ومكان محدد بنرجع تاني الميرة لما بتروح البيت وبنشوف نص جسمها لبيكون محروق لحد تاني يوم لما بيقولوا في الراديو ان اهل المدينة كلهم هيشوفوا حاجة فريدة من نحة وهو كوايكب بيمر جنب المحيط اما في الامر الصناعي بيعرفوا انه قرب من النقطة المحددة ولو فضل ماشي كده مش هيلمس الارض في الارض الجو بيبدأ يتغير اما في الامر الصناعي بيعرفوا أليكس ان الكتلة مرت بسلام فبيفرح أليكس هو وكل اللي معاه في المحطة لكن بتوصل لهم اشارة تانية بظهور اجزاء كوايكبات كتير واللمر ده جزء صغير منها لدرجة النوم هيغبطه في الامر وهيغبطه في الارض وهيسببه كرسة فبيقول انتونوف قدامنا قده ونوصل لمسارات الكوايكب فبيقوله سبع دقايق وبيظهر حجم الكتل المتوقع سقوتها على الارض فبيحاول عرب يتواصل مع ميرا ويحذرها لكنها بتتجهل كل اتصالاته ورسائله لحد ما اخيرا بترد عليه فبيقول لها ببص من الشباك في الوقت ده بيغبط الامر السناية كتلة من كوايكب وبنشوف الباقي وهو بينزل على الارض لحد ما بتنزل في المية وده بيسبب ضمار كبير قوي عند ميرا فبتخرج وبتحاول تنزل من البيت لكن البيت بيبدأ ينهار ومش بتعرف تنزل والارض بينزل فيها كتل كتير من كوايكب لحد ما بتحاول تنزل ميرا على السلم هي وكل الجيران وبتدخل لبلكونة وبتنط منها وبتقدر تنزل لتحت وبتكون الشزايا بتدمر الارض كلها في الوقت ده بيوصل صديقها مايكل فبيحاولوا يهربوا لحد ما بينزل قدامهم كتلة كبيرة وده بيخليهم يرجعوا بيستخبوا في مبنى لحد ما بيشوفوا المبنى وهو بينهر عليهم فبيزق مايكل ميرا قبل ما تنزل عليها بلكونة وبتنزل عليه هو فبترجع بدهرها وبتغبطها عربية فبتقع على الارض اصحاب العربية بينزلوا وبياخدوها معاهم وبتفوق ميرا في نص الطريق وده بيفرح اللي في العربية بس بتقف قدامهم عربية كبيرة وبتوقفهم فبتنزل ميرا تجري وبتسيبهم وبيقع مبنى كبير عليهم وكل حاجة بتتدمر بينرجع تاني العرب لما بيفقهم الخبطة وبتكون كتلة كبيرة خبطت في الامر الصناعي فبيسأل ميشا عن اللي حصل فبتقوله فيه كمية كتل كبيرة وقعت على الارض وبيشوف كمية الضرر اللي حصلت في العالم فبيحاول يوصل لميرا لكنه مش بيعرف فبيتسل الالكسي بيو بيعرفوا انهم عملوا اخلاق للامر اللي فيه ولازم يخرج قبل 3 ساعات لان الامر هيدخل للغلاف الجوي وهيمفجر في الوقت ده بتفوق ميرا فبيقدر يوصلها عن طريق لسلك في دبدوب وبتكون تحت الانقاط في متجر العاب فبيقولها خليكي مكانك وهحاول اخراجك في الوقت ده بيوصل كلب لمكانها وبيعود لحد ما بتوصل قوات من الشرطة وبتخرجها من تحت الانقاط وبيقولها تمشي من المنطقة دي علشان تعيش وبنشوف المدينة كلها متضمرة بالكامل والمشهد ده فكرني مكان كده بنروح لما متها لما بتكون معجوزها وبيبلغوا عن اختفاء ميرا وإجر في الوقت ده بيتصل بها عرب وبيقولها لمكان ميرا وكمان بيقدر يوصلها بها عن طريق دبدوب فبتعرفها ان إجر مش موجود وكان في المدرسة وبنشوف المدرسة وهي متضمرة بالكامل فبيعمل عرب تقرير عن المبنى وبيقولها خليكي مكانك هشوفه وهكلمك لكنها بتدخل لهناك رغم ان الشرطة بتحذرها والبطاريات بتبدأ تخلص عند عرب فبيقول لي ميشا تشغل البطاريات الاحتياطية لكنها بتقول له فصلة وبيعرف ان السبب قطع في الوصلات الكهربائية فبيروح علشان يصلحها أما ميرا بتوصل للمبنى وبيكون قرب ينهار لكنها بتدخله علشان تنقذ إجر وبتقدر تطلعه وبتنادع عليه لحد ما بيرد عليها وبيكون فوق فبتبدأ تطلعه على الحديد وعرب بيخرج للفضاء وبتحذره ميشا لو البدل خبطت في حاجة تتخرم وده هيتسبف في موته فورا فبيفضل يلف الحد ما الحبل بيتلف على قطعه وبيقف وميرا بتوصل لإجر اللي بيكون متعلق على الحديد لحد ما بينزل وبتمسكه وعرب بيقدر يصلح السلوك وبيشغل البطاريات الاحتياطية فبيرجع تاني للأمر الصناعة وبيقدر يوصل لهم فبتقول له ميرا مش عارفين نخرج من هنا لحد ما بيقع قدامهم قطع من المبنى والاتصال بيتقطع بس بيكونوا مسكين في الحديد وبتقدر تنزل لتحت أخير ميرا بإيجر وإيجر بياخد الدب دوب بس بيكون فاصل ويدوب بيخرجوا من هنا والمبنى كله بينزل من هنا وبنعرف إن سبب الحرية اللي بجسمها الأسانسير كانت محبوسة فيه وهي صغيرة وولع وأبوها كان بره ومقدرش يوصلها ولا يساعدها فبيخرجوا الاتنين بره للمدينة وبيحاولوا يوصلوا لأي حد موجود لحد ما بوها بيتحكم في الإشارات الموجودة في الشارع لإن الجو بيكون كله طراب وبيبدأ يوجههم هيمشوا إزاي أما ميشا بتقوله لازم تغادر في أسرع وق بيقدروا يخرجوا من مكانهم وبيوصلوا المنطقة فيها مخيمات وشرطة وجيش بس بتحصل ضربة قوية لدرجة إن أصارها بالطير إيجروا من قدام ميرا لكنه بيكون سليم بس تعور في دماغه وسبب الضربة مفجار دبابة على سفينة عسكرية كبيرة واتدمرت كل سفن الإطفاء وقوات الإنقاذ بتحاول تطف الحريق فبينزلوا لتحته وبيمشوا لحد ما بتوصلهم قوات الجيش وبتاخدهم للعلاج بس بيكون فيه مصابين كتير وده بيخلهم يخرجوا تاني فبيحاولوا يركبوا طيارة رايحة المدينة آمنة بس بيمنحهم لإن فيها عدد كبير في الوقت ده مايكل بيمسك الباب وبيكون عايش فبيدخل إجر مكانه وبينزل هو الميرا فبتطلع الطيارة وإجر بيكون زعلان عرب بيتصل بأليكس وبيقوله على انفجار السفينة وبيطلب منه يوقف الانفجار التلقائي للأمر الصناعي لإنه عاوز يفضل ويمكس بنته بس أليكس بيتعصب لإن عرب كده هيموت بسبب دخول الأمر للغلاف وده هيحرقه لكنه بيوافق وبيوصل عرب لميرا عن طريق تليفون مايكل وبيعرفه أن حصل انفجار جديد قدام وما فيش طيارات تانية هتيجي ولسه في انفجار أكبر هيحصل هيدمر نص المدينة وده بسبب نووي موجود على السفينة وإن الحل الوحيد للخروج أنها تجي عكس الاتجاه أو تستخبى وتبعد لكنها بتقوله أجري زي ما جريته سبتين في الأسانسير وبتقوله أنا هفضل وعن حاول نوقف الانفجار بس بيقولها أنت مش بتقدر تبص الشمعة عاوزة تدخلي في دائر الحريق وتطفيها فبتتعصب ميرا وبتقوله هقدر وبترمي التليفون في المية وده بيقطع الاتصال مع عرب فبيتصل بمامتها وبيقولها أنا آسف وبيعتذر لها على كل اللي حصل قبل كده فبتقوله أنت الوحيد اللي تقدر تنقذها أما ميرا ومايكل بياخدوا قارب وبيتجهوا للسفينة علشان يوقفوا الانفجار لحد ما بيوصلوا وبيطلعوا عن طريق السلم وبيفضلوا يدوروا لحد ما بينزلوا التحت وبيمشوا في المكان اللي بيكون سخن جدا وده بيخل مايكل يفتح كل الأبواب بإيده الحديدية لأنها مش بتتأثر بالحرارة لحد ما بيوصل لباب أول ما بيتفتح بتخرج منه نار وده بيوتر ميرا جدا لكنها بتحاول تهدي نفسها وتتملك أعصابها فبياخد مايكل منها الدبدوب وبيحاول يسلحه علشان يتواصلوا مع عرب اللي بيقولهم ينزلوا لغرفة المحرك والنار بتقرب منهم لكن مايكل بيقدر يقفل الباب وبيقولهم يطلعوا الفوق لحد ما بيدخلوا للوحة التحكم فبيقولهم يفتحوا الباب لأن ده اللي فيه الحريق بس أول ما بيفتحوا مايكل بتخرج نار لدرجة أنها بتوقعه وبيغم عليه وميرا بتقلق وبتتوتر جدا في الوقت ده بيتقطع السلك اللي وصله عرب والكهربة كلها بتفصل في الأمر فبيقفل كل الشاشات وبيقول لي مش هتقلل كل الأكسجين وتوصلوا بيهم لكنها بتقوله مش كفاية وممكن تفصلني ووقتها تقدر توصل لهم فبيوضحها عرب وبيشكرها على كل اللي عملته وبيقفلها الاتصال بيرجع تاني وبيحاول يهدي ميرا وكمان بيقدر يتحكم في دراع مايكل بس ميرا بتكون فقدت الأمل أنها تخرج لكنه بيعتذر لها عن اللي حصل في الأسانسير وإنه سابها ومقدرش يحميها فبتبدأ تهدى ميرا في الوقت ده بيدخل الأمر القلاف الجوي وبيبدأ المكان يتحرق بعرب أما ميرا بتلاقي بدلة ضد النار فبتلبسها والأمر الصناعي بيبدأ يولع بعرب لكنه بيقول لها تقدري فبتدخل ميرا وسط النار وبتواجه خفها وعرب بيموت وهو مع صورتهم وبتقدر ميرا تدفي الحريق لما بتشغل المية والانفجار كله بيقف فبيفوق مايكل وبيخرجوا من عندهم وميرا بتشوف الأمر الصناعي وهو نازل متحطم وبتخلص كل الكواكبات والحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا بتمنى يكونوا عجبكم وما تنسوش تعملونا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملونا لايك وفولوا للصفحة علشان يوصل لكم كل جديد دمتم في أمان وسلام سلام